اللي انزلقات الغضروفية بقى يا سيدي اللي انزلق اما بيحصل الحلقة اللي فيها ده بتضعف بتفرقع بتتشقق السيل اللي جوه الرخم ده بيبتدل اللي هو اللي احنا عاوزينه بالمناسبة بيبتدل اللي هو اللي بيخليك عندك ليونة يعني انت اللي بديك السيل الجميل هو الغضروف ده على فكرة هم اللي بديكوا ليونة حتى تلاقي المرضى يعني اللي بيحصله بيعمله عملية وبيشيله غضروف بس خلاص لازم يصلي وهو قاعد ما عادش ينفع اللي هو لين ما عادش عنده ايه التانية الجميلة اللي هي بتاعت الايه بتاعت السيل والغضروف الجميل ده طيب الغضروف اللي بره ده قلنا احنا عاوزيننا حافظ عليه قلنا اول الاسس اللي حافظ عليه ان الحلقة الصفيحة اللي فوقه اللي هي ما بينه وما بين الفكرة اللي بتغذيه بالتغذية بتاعته هو كان بياخد تغذية بتاعته من الدم بوشبط انه هو ما فيش فئة وعيدة موية اصلا الحلقة الصفيحة اللي فوق دي يحصل فيها تكلس تتكلس فلو تكلست زي الجير كده الجير يعني تكلس يعني جير يا جماعة يعني تجيارت يعني حصل فيها جير زي الحيطة كده فما بتتكلس وبتتجير تتسد فما بتعملش تغذية الوضوف الوضوف يحصل له ضعف في حصله خلاص بقى تكبر في السن بقى يحصل تشوقات ونظلكات وضروفية وكده طب انا حافظ على الكلام ده ازاي اللي انا امنع التكلس طب امنع التكلس ازاي قلنا بالماغنيسيوم طب قلنا ايه الدليل على كده ان احنا كان عندنا دراسة في طنطة في سنة مارس 2016 على ما افتكر مارس 2013 مارس 2013 في طنطة ان استخدامك للماغنسيوم 6 شهور متولية مش بس بيساعد ان الغضروف تغذيته يكون سليمة لا ده كمان بيعالج الشد العضلي اللي بيكون في اسفل الظهر والفقرات العنقية لان الغضروف بيمنع الشد العضل اصلا من الادوية الطبيعية الممتازة طب قلنا الماغنسيوم ده نجيبه من المصدرين اما ماغنسيوم بلص من اي صيدلية بتاع الشركة اللي هي الحكومية الجميلة بتاعتنا مباكو بناخد بنا حباها كل 12 ساعة طب ما مش عاوزين ده عاوزين نجيبه مصدر طبيعي مفاش مشكلة خالص عندك الماغنسيوم موجود في دم النبات اللي هو الكولورفل اليخضور اليخضور ده بيكون الوحدة البنائية بتاعته هي الماغنسيوم زي ما انت الدم بتاعك الوحدة البنائية بتاعته ايما على الحديد فالنبات الدم بتاعه اللي هو الكولورفل الوحدة البنائية بتاعته هو الماغنسيوم فانظر ما تشرب دم النبات كتير اللي احنا يا جماعة بنقول عليه ديتوكس يعني كلمة ديتوكس ده ايه اللي انت تجيب الجرجير والشبت والبقدونس والحاجات الخضرة دي وتضربهم مع بعض الكلاف الخلط في شوية مية تعمل منهم عصير في نبات معهم كمان ممكن تحطها فيكة بس انا مش اقول اسمه عشان ده بيأكلوا الحيوانات بس برضه بره بيشربوه كديتوكس ماناش دعوا بيهم ماناش دعوا بيهم احنا خلينا احنا في الايه في البقدونس والشبت والايه والجرجير والكلام ده تشرب الحاجات دي مع مية وعصير بيسموا ديتوكس ممكن تحط عليه عسل نحلي بطعمه جميل قوي طب ليسم ديتوكس ليه عشان بيشيل التكلسات التكلسات دي هي ايه التصلبات الموجودة في الكلة اللي هو من الاخر حصوة الكلة التصلبات اللي ممكن تحصل في الشرايين اللي هو من الاخر احنا بنسميه تصلب الشرايين التصلبات والتكلسات اللي بتحصل في المرارة اللي هي احنا بنسميها حصوة المرارة التكلسات اللي بتحصل حوالين الغضروف وتمنع التغذية بتاعته زي ما احنا بنشرح في حلقة النهاردة فده مهم جدا انت تحافظ على المغنيسيام في أكلك وشربك والماغنسيون بالمناسبة موجود في الشوكولاتة فعشان كده أنت ما بتاكل شوكولاتة بغض النظرة للشوكولاتة بتعمل حاجة تانية إنما أنما أنت بتاكل شوكولاتة عضلاتك بترتخي وتلاقي نفسك سعيد وجميل وبتحب كل حاجة حلوة معلنا إحنا شرحنا موضوع الماغنسيون في الحلقة اللي فاتت إحنا بس حابنا أفكركم باللي فات طيب أول حاجة هي الماغنسيون